مدينة وادان التاريخية شكلت المحطة الأخيرة من زيارة المتابعة والتقييم للبرامج التلموية التي تنفذها مفوضية الأمن الغذائي بدعم من التعاون الياباني بولاية أدرار هنا في قلة التلبة الواقعة 6 كيلومترات جنوب مدينة وادان تفقدت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة منتخطر رفقة والي أدرار عبدالله والمحمد محمود والسفير الياباني الشهيدة ناتا سكوني شبكة توزيع المياه للقرية المنات المختلفة لهذا المشروع الذي جال بحاجة نساسية للساكنة وفي عين المكان عينت حاجز وادان الذي يدف إلى تثبيت حركة المياه لتغذية المياه الجوفية ويبلغ طول هذا الحاجز 150 مترا وهو من ضمن ثمانية حواجز ناهز تميلها 15 مليون أوقية قديمة وفي مدينة الشنقيط التاريخية أدت مفوضة الأمن الغذائي رفقة السلطات الإدارية والسفير الياباني زيارة لعدد من المشاريع التلموية في إطار البرنامج التنموية الخاص الذي تنفذ المفوضية بهدف دعم صمود السكان وتعزيز قدرات المنتاجية نحن هنا في آخر محطة من محطات الزيارة التي قايمين بها مع السفير الياباني لولاية أدرار من أجل للطلاع على نماذج من المشاريع التي يتم تنفيذها عن طريق هذا التمويل الثنائي ما بين موريتانيا واليابان وطلعنا على بعض المشاريع من عند مختلف المقاطعات للولاية ونعتبروا أن هذه المشاريع هي مشاريع التي ستساهم في صمود المواطنين وتعاطيهم مع الوضعيات الصعبة التي يمكن أن يعيشوها وكما تعرفون المفوضية لديها أدوار من بينها تعزيز الصمود لدى المواطنين وهذا هو الذي يدخل في إطار تنفيذ المشاريع التنموية التي تنفذ المفوضية بالإضافة إلى تدخلات أخرى الاستعجالية إذن طلعنا على نماذج ونعتبرها نماذج تستحق التقدير وتستحق المواصلة والمتابعة والتقييم وزيادة مستوى التدخل من أجل تلبية حاجيات المواطنين التي طلعنا عليهم عن قرب التي اكتشفنا على أنها ساعدهم ولكن هناك مزالة نواقص يجب أن تكملها المفوضية بالتعاون الثنائي وعن طريق الميزانيات الأخرى التي عند المفوضية وقد عبر سفر الياباني ببلادنا أتشوديدا ناتاساكوني عن فرحته بهذه الزيارة التي مكنته من التعرف على ولاية أدار الجميلة ومتشل إلى أن هذه الزيارة أتاحت له الفرصة للاطلاع على أهمية الدخلات التي يدعمها التعاون الياباني في المجالات التلممية التي تتعلق بتحسين وضع السكان خاصة بالوسط الريفي وعلى هامش هذه الزيارة قامت مفوضة الأمن الغذائي رفقة السلطات الإدارية والسفر الياباني بزيارة لمدينة وادان القديمة وتجول الوفد داخل الحي القديم وتعرف على علماء وادان ومؤسسي هذه المدينة التي يعود عطاؤها إلى أزيد من 600 سنة الفاغا ولي الشيباني قناة الموريتانية مدينة وادان التاريخية